تحياتي لكل عم تتابعونا عبر موقع فوشيا وحبين يعرفوا أخبارنا الفلكية ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر نيسان 2021 وبداية مع مولود برج الحمل عزيزي مولود برج الحمل تبدو ميال لرفض بعض الشروط اللي ما عم تتناسب مع ظروفك الحالية على الصعيد المهنة حتى لو اضطرك الأمر للدخول بحالة الفراغ أو يبقى الأمر مثل ما هو عليه بالوقت الحالي بالإضافة لمتابعة مهمة مرتبطة بأوضاع مالية وأما عاطفيا عم ينقصك السلام الحقيقي ودفق المشاعر بعلاقتك مع الشريك مولود برج التور عم تشعر بالأحباط أحيانا وبنفس الوقت عم تتحرك بكل الاتجاهات للبدء بنشاط مهنة جديد وقد يكون مشترك مع أحد المقربين منك ورح تكتشف طريق جيد ومناسب لتحقيق فرصة مهمة بالنسبة لك بالوقت الحالي وأما عاطفيا لربما توقع على أوراق مرتبطة بظروف معينة بتجمعك مع الشريك مولود برج الجوزاء عم تشعر بأن الأمور عم تتحسن بشكل تدريجي على الصعيد المهني وتوقع تدخل مهم من جهة معينة بهدف تثبيت أقدامك بوظيفة أو بمشروع كبير بالإضافة لقرار بالسفر رح تسعى لتنفيذه وأما عاطفيا عم تتجدد مشاعرك مع الشريك ولا ربما يشغلك موضوع سابق فانتبه مولود برج السلطان فلك عم يتحدث عن خطوة جريئة رح تكون سبب بتطوير حياتك المهنية بشكل إيجابي وتبدو مستعد لكل الاحتمالات بدون أي خوف بالإضافة للمغامرة مرتبطة بالسفر لجهة بعيدة وأما عاطفيا رح يرافقك الحظ بكل مواقفك مع الشريك حتى ما بعد الخلاف يلي صار أبيناتكن وخالفاتكن تبدو هيك على يمكن مزجية أو نرجسية أو نوع من التحدي مولود برج الأسد تبدو متفائل بتغيير قدر أحد الزمل في العمل ولا ربما يعكس بشكل إيجابي على مصيرك المهني أنت كمان وبنفس الوقت عم نشوفك جاهز للبدء بمشروع جديد أو لتجديد عائد سابق وأما عاطفيا عم تشعر بالاستقرار والاطمئنان على الصعيد العاطفة مولود العزراء عم تشتهد على تخفيف الأسار السلبية يلي أنت مرأت فيها على الصعيد المهني والفلك عم يتحدث عن نهاية لأزمات قديمة والبدء بوظيفة جديدة أو مشروع شراكة حتى لو تأخرت نتائجه يلي كنت عم تستنيها وأما عاطفيا نتوقع حلول بعض المشاكل المهمة والخاصة المرتبطة بمصير حياتك العاطفية مولود برج الميزان الفلك عم يتحدث عن تعديلات جديدة على الصعيد المهني راح تكون سبب بتغيير بعض الأمور المتفق عليها بالسابق إن كان شروط أو أمور أو دوام أو حتى أمور مالية وأما عاطفيا تبدو علقتك العاطفية محكومة للظروف الأساسية المحيطة فيك ومن الضروري معالجتها مع الشريك بما يتوافق مع التطلعات الطرفين ونمط حياتكم سوا مولود العقرب كأنك عم بتحضر نفسك لمناقشة عمل جديد مرتبط بجهة سابقة أو للبدء بمشروعك الخاص حتى لو تأخرت نتائجه المتوقعة وأما عاطفيا عم بتتوفر لك الفرصة المناسبة لتجديد مشاعرك مع الشريك بشكل حلو وإجابي مولود القوس عم نشوف تفاهم جديد بانتظارك ولكنك معرض للوقوع ببعض الالتباسات بسبب أحد المتطفلين على حياتك المهنية بالإضافة لمتابعة طبية أو حتى مطابعة طبية مرتبطة بأحد أفراد العيلة وأما عاطفيا تبدو محاوليتك واضحة لإصلاح العلاقة مع الشريك ولتجديد مسارة المستقبلة معه مولود ده برج الجدي كأنك عم بتفكر بعمل جديد أو بإطلاق مشروعك الخاص والهدف منه هو تتخلص من قيود عملك الحالي وكأنه تركيزك عم يتجه على وظيفة أقرب للعمل الحر وأما عاطفيا عم تشعر بأنه الشريك عم يفضل أهله أو أحد من أخواته عليك بسبب بعض المواقف المرتبطة بينك وبينه مولود ده برج الدلول فلك عم بتحدث عن مهمات مهنية جديدة بانتظارك وتبدو جاهز لاستلامها بالمواعيد المحددة يلي اتفقتوا عليها ورح تنجح بتخطي كل العرائيل يلي كانت واقفة بوج انطلاقتك بالسابق وأما عاطفيا عم بتعيش حالي من الحب والتعاطف مع الشريك وهالحالة هاي بسلبياتها وبإيجابياتها تبدو راضي عنها وآخر الأبراج معنا مولود ده برج الحوت يلي عم نشوفه مهتم بشؤونه المهنية أكتر من أي وقت مضى والفلك عم يتحدث عن تخطيط جدي لتغيير الواقع الحالي يلي عم بعيشه والانتقال إلى مناخ مهن جديد وأما عاطفيا ما تبالغ باهتماماتك بالشريك على حساب تجاهل مشاعرك واتت حياتك معه هاي كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية للأسبوع الثالث من شهر نيسان 2021 ولكل على بالهم يتواصلوا ماي على 0961 71 75 86 والرقم الثاني اللي هو 0961 71 75 87 خدمات التطبيقات الإيمو والواتس أب والبوتهم متوفرة على هالأرقام ولكل اللي عبالهم يسألوا أكتر باستشارة خاصة شو عبالهم؟ شو الأسئلة اللي ممكن حابين يعرفوا أجوباتها؟ نقل لكم أهلا وسهلا فيكم أنا جمانة وهي بودعكم بقلكم باي باي